أما وجاء الأذن من سورة البقرة فميثة مجموعة لها ثلاث حالات محاضر دلوقتي أي حالة عتاة إبن آدم عتاة إبن آدم رب الله سبحانه وتعالى لن نقدر الخلق لآدم خلقه للأرض إن يجاعله في الأرض ما تنفيش خلقه يا الله ينتبع له لما دخلوا بالنه دخلوا بالنه ليه لأنه أفضل مخلوق لمعوت دخلوا بالنه قد يدوق إنه المفروض يكون فيه إنه بك أولا تدوها فيها ولا تعرف وأنك أولا تدوها فيها ولا تعرف ويحرث الضرقية بعد كده إن هي ليه الأساسة وهي ليه إنه نهلك ونسعد طيب دي حاجة كمان لو كنش آدم دخل الجنة كان قد يشح يرويه طبعنا هايجوه جنة هايجوه ليه الله طيب خلق المؤوس إن ربنا سبحانه وتعالى قد يجعل بعض خلفه فتنة لا لبعض خلفه يعني لولا آدم ولولا الأمر بالسجود لآدم ما كانش ظهر في الدولة على حاجته ماشي لإن قبل آدم ما يخلق لم يعص إبليسه وضبع صح صح فبقى كإن خلق آدم والأمر بالسجود لآدم كانت لها ملح فيها الملكة لأنهم لا أعشون الله أما أمرهم ووقع فيها إبليس لأنه تعطي حرية الاختيار أنسى لها فكأن آدم كانت فتنة وليس طيب طيب نرجع كان يقول آدم غلط وليس غلط قلت قلت آدم كانت لابد منه يجلولاها ونزل إلى الأرض وده وده كان يغلط قلت آدم مقداؤة حتى ينزل هادل إلى الأرض طيب وده كان المقداؤة عشان ينزل إلى الأرض يبقى يغلط تبقى الغطة فيه مطيوبة وبدلا مطيوبة لهدف لبلدم آدم يقول من نوما عليه باليطف فينفل الثوبة فيتوب الله عليه فينزل إلى الغط أن في خلق نفأ في الدنيا مغفورا له مضبورا أما إبليس فتوري كلمات سيئة وبالتالي حين سئل يا بل آدم لما عصى عصى وعصى آدم ربه ثم إبليس لما عصى 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 دي معصير ودي معصير آدم تدورك باللطف فتلقى آدم من ربه كلماته إبليس طول الكلمة سيئة فتصرف من تلقاه نفسه فتلق من هنا نفهد نقطة كلماته كان ليس الله عليه وسلم يدعو ويقول أنه هم ما تتقلني لنفسي لكالفتع تفضل أنا تتقوى أنا تتقوى أنا تتقوى واحد يتقوى من نفسه آرح وهان أنا خير النظر والتالي أنا رب أنا تتقوى أنا تتقوى كالمصيحة لا تتقوى إنها تندفنها إنه إحيينا شو إيه لأي آدم لم يبدل خطيئتها ملن أنفسنا وإلا البقاء فلننا واتحبنا لو يكونا من الخسرين مبلغش أنت طب قالت ليه كان ممكن يقول الشتان بحكة عليك كان ممكن يقول الشتان غواي كان ممكن يقول كان ممكن يقول كنت تفاهم إنها سجرة الخلط وممكن ما يبنى نفسي غلابتني استهدتها أنا محوطش فاهم كنت تفاهم أرتق شغرة تانية إني حاجة ممكن يقولي أنا لما ليس حاجة أقول ليس حاجة أعطى أنا غطاق أنا غطاق لما ليس حاجة أعطى لما ليس حاجة أعطى ستين بحية قال ليه على الوقت إبليس برر يبقى لما نغلق نقر بأن احنا عودنا وأنه جاء إلى الله ليه بعد النوع في النجم لا خبرنا منها حاجة أمنا خبرنا منها في الملكة لما سألوا واستغردوا طب ليه طب إيه طب إيه رأسك طب ليه تخلق حاجة تأسيك شيء مستغرد إنهم الليقولوا أتلعنوا في عمل يفسدوا فيها ويسفتوا بنا طب أعرفهم مين 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 خليفة يعني متى يعتاد للحاكم إنه يتخاصم الناس صح بقى إيه لما يتخاصم الناس هم يحتاجون للحاكم يتخاصم لما يتخاصم الناس هم ينبأ فيه بروط ينبأ فيه ينبأ فيه بروط ينبأ فيه بروط هنعنبأهم لهم حاجة ينبأ فيه حاجة فانبهاش الموتين وسؤالهم الملك المستقيم ونستخزه ولكل فايع إنها تسخيره وإنها تقديرا طيبة حيغلت طب ليه هل جوابه قال إني أعلم ما لا تعلمه جيتنا ببيتنا إنه أفعل الله تبارك وتعالى ما تعلم بإله أرس ما يشأله أما يفعل وما تشأله لأفعله ترجمة نانسي قنقر